خلونا نروح لخبر لي علاقة بمناسبة وطنية قومية عظيمة المستشار الدكتور حنفي الجبالي هنة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابة وعودتها إلى أحضان الوطن مؤكدا أن معركة استرداد طابة ورفع عالم مصر عليها بعد تأكيده للعالم جلال عزتنا وشموخ راياتنا وجاء بنص برقية التهنئة أن لمن دواعي سروري وغطتي أن أنقل إليكم باسمي وباسم النواب الشعب المصري خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابة وعودتها إلى أحضان الوطن وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن تابع القول نضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل المجال واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذي اتخذ قرار العبور وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض والذين مضوا في سبيل الأرض وصدق الله وعده وأعز جنده وأثبت المصري أنه مقاتل عنيد ومفاوض سديد العالم المصري ارتفع على سينة في 19 مارس 1989 بعد صراع طويل ما بين تعنط الإسرائيلي على المفاوضات الإسرائيلية المصرية ترتفع العالم ولم ولن ينتكس إلى الأبد بعد الصراع طويل لجأت مصري للتحكيم الدولي وفي 29 سبتمبر 1988 القادي السويدي أطلق الحكم الخاص بأنه كل ما على أرض طابة طابة بما عليها هي بقعة مصرية خالصة وساعتها الرئيس مبارك قال أنه يخطئ اللي يتصور أنه الحرب هي اللي ممكن فقط يعني ترجع مصالحه ولا يستلهم الحكمة من التاريخ كل سنة ون تطيبين طابة مصري